يستطرد فيقول وهذا يعني من شدة مولانا الإمام الرباني وحزمه في هذه المسائل الفرعية وطبعا سنخالفه فيها ليس نحن أنا لا أملك المخالفة ولكن سنكون مع أحكام الفقهاء هي موضوع الغناء هو افتتح مولانا الشيخ في أولئك الذين يرقصون في الزكر فشدد النكير عليهم يعني الحضرات والميلوية هذا بيسميه رقص وإنشاد الدف والإنشاد كل هذا عنده غناء فشدد عليهم وقال هؤلاء لا يفقهون من الزكر شيئا ولا يعرفون أصلا معنى الزكر ذكرنا هذه المسائل من قبل شدد عليها لكنه استطرد أيضا على استطراده في مسألة الغناء الغناء العادي فجمع الغناء الصوفي اللي مسميه هو الغناء على حسب تسميته مع الغناء المعروف هذا طبعا شيء يعني في فرق كبير بين إنشاد مدح النبي عليه الصلاة والسلام تهالات دينية مع الدف لك مع الرأس مختلفنا مهما كان هل تنزل منزلته أغاني لنجوة كرام وهيفاء وهبي هذا حكي هذا يعني هذا كلام أو عبد الحليم حافظ خلينا أشوى شوي أخي محمد عبد الوهاب هذا الموسيقار المصري إم كالتوم إيه بتكون يا هذه مستويات مختلفة من الغناء اللي ذكرتها هاي الأسماء مستويات مختلفة من الغناء فبعضها بعضها يعني لا يصلح أبدا أن ينزل منزلة البعض الآخر كيف ننزل منزلة إنسان يمدح النبي عليه الصلاة والسلام منزلة إنسان عم يتغنب حبيبته وعم يرقص لحبيبته يعني والله ما بعرف أمر غريب هذا من الأمور الحزم اللي كان عند مولانا الشيخ لكن زاد عن حده صراحة أولا لا يجمع الإسنان معا ثم إنه حرم الغناء بالمطلق دون أن ينظر إلى أحكام الفقهاء وما قاله الفقهاء فقهاء ما حرموا الغناء بالمطلق قسموا الغناء إلى غناء ماجن وغناء غير ماجن الكلمات تلعب دور الموسيقى بعضهم قسم مسألة الآلات الموسيقية وبغير آلات موسيقية في تقسيمات متعددة للفقهاء وبالنهاية وبعضهم أحل مثل ابن حزم على الإطلاق نحن ما مع الحل على الإطلاق لكن ليس مع التحريم على الإطلاق والنصوص والأحكام الفقهية مختلفة وهذه المسألة من أكثر المسائل اختلافا بين الفقهاء فهو جمعها وقال هذا أمر مبتود فيه ما فيه مراجعة والنصوص كثيرة والأمر قطعي وحرام وأوصل ذلك إلى الكفر أمر غريب يعني أمر غريب عجيب تمام فمولانا في هذه المسألة نخالفه فيها ليس نحن ولكن يعني نقف ما في صف الفقهاء ترجمة نانسي قنقر